موجات تضخمية كبيرة جداً اللي اتكلم عليها كل الخبراء العالميين يعني صندوق النقد الدولي اتقال ان النهاردة التأثير كبير جداً حيكون على اقتصاد العالم والاسواق المالية وتدعيات على كل البلدان رئيس البنك الدولي والحقيقة كنا لسه في حديث الاسبوع الماضي معاه وكان بيتكلم ان الازمة اللي موجودة النهاردة هتكون جاءت في وقت سيء جداً للعالم لان كان التضخم بالفعل اخذ في الارتفاع على مستوى العالم وده زاد الموضوع بصورة حادة جداً بسبب هذه الازمة النهاردة التكلفة حتى هذه اللحظة بعد 14 يوم فقط من الازمة ربعونية مليار دولار على مستوى العالم النهاردة وابتدت كل المؤسسات بتقول ان التعافي اللي كان متوقع بعد جائحة كورونا الكلام ده ابتدت لهجة تشاؤمية وان بالعكس الاقتصاديات العالم هتشهد مشاكل كثيرة جداً وابتدت حتى كانت الفكر ان ممكن موجة التضخم اللي كان الناس بيقولوا دي هتبقى مؤقتة ابتدت كل الخبراء بيقولوا ان الموضوع ده كده ممكن يبقى مرشح ان هو يزداد وبالتالي النهاردة بس عشان نعرف اللي بيحصل في العالم الدول العظمى والكبرى الولايات المتحدة الامريكية وصلت نسبة التضخم فيها سبعة ونصف في المية اوروبا ومنطقة اليورو ستة في المية نسبة التضخم ودي ارقام لو نخب بالنا ان هذه الدول كان معدل التضخم فيها لا يتجاوز الواحد او اثنين في المية فمعنى كده ان التضخم فيها زاد تلت اضعاف في فترة بسيطة جداً الكلام ده طبعاً ادى الى قفزات سعرية حادة جداً خلال الاربعتاشر يوم اللي فاتوا على مستوى العالم كله في كل السلع الاستراتيجية انا حدي بس مثل بسيط الامح على مستوى العالم زاد تمانية واربعين في المية تمانية واربعين في المية زيادة بحوالي مئة دولار يعني اكتر من مئة دولار فقط عالطن خلال الاربعتاشر يوم دول الدرة 30 في المية زيادة فول الصوية اللي بيدخل في الزيت زيت الطعام 24 في المية زيادة السكر 7 في المية اللحوم المجمدة 11 في المية زيادة الدواجن على مستوى العالم انا هنا بتكلم على ارقام على مستوى العالم 10 في المية طبعاً البترول الارقام قفزت 55 في المية فقط في الاربعتاشر يوم اكتر من 35 دولار زادوا في 14 يوم فقط قفزات عمر ما العالم شافها من عشرات السنين